السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة انا هيسا مورسي ودي كوين هات برو كناتنا الاعلانية على اليوتيوب النهاردة موقعنا او شرحينا النهاردة هيتكلم عن جوجل اتسن وهنبدأ نشرح حاجات معينة في جوجل اتسن يعلى وعسى هنفيد كل اعضاءنا وكمان عندنا استراتيجيات وهنساعدكم اللي انتم ترباحوا كمان من خلال موقعنا الاعلاني ومن خلال كناتنا الاعلانية بس النهاردة بنبدأ اي حاجة هنروح لمشكلة او نوع جديد او قانون جديد نزل لشركة جوجل اتسن وهي الارباح في خطر طبعا الناس كتير بدأت تتكلم عليها ولكن ما شرحتش النقطة المهمة اللي هم اصحاب المواقع الاعلانية اللي هم بيشتغلوا او ازاي يحطوا هذا الملف في الاسمه ads.txt في الهوست بتاعك او في الفايل مينجر تمام فالنهاردة هساعدك في هذه الطريقة عشان تعدي هذه المشكلة لان طب وهنشرح ليه المشكلة ديت او جوجل اتسن عمل الفكرة ديت وليه وازاي انت هترباح منها وهل هي مفيدة للناس كلها او مش مفيدة ليك فالنهاردة تابعونا ولكن قبل ما ابدأ شرحي النهاردة لو انت جديد معي في القناة ما تنسانيش فضلا وليس امرا باللايك والسابسكرايب ودوس على الجرس عشان يجيلك كل جديد فتابعوني ان شاء الله طبعا اراحب بيكم مرة تانية واهلا بيكم في قناتنا طبعا زي ما انتم شايفين امام حضراتكم هو دوت التصريح للباعين باستخدام هذه الخاصية وهي ads.txt وهي هي خاصية بمعنى امتلاك هذه او هذا الموقع الخاص بيك بحيث اه الناس كتير بتحاول تسرق الافكار بتاعت المواقع مثلا زي ما حدث معايا في قناتي وفي موقعي والناس عملت اسكريبت شبيه بالموقع بتاعي او تمبلت شبيه بالموقع بتاعي وحطت جوجل adson فائد اتضح لي ان جوجل adson بعث لي رسالة وقال لي هل الموقع ده تابع ليك لو تابع ليك اعمل فلاك اوكي بحيث انه نديله ارباح على هذا الموقع فانا قلت له لا تمام طيب فالحاجة دي فها خطر لانه لو انت قلت حتى تابع ليك وهينزلك انت الارباح ممكن يكون الموقع ده شبيه بيك عشان يوقع لك موقعك يعني يكون في حاجة غير مقبولة من جوجل adson طيب ايه هي فكرة ads.txt او ده خاصية الادس هي عبارة عن ان جوجل بدأت تحط خاصية الخوارزميات بتاعة جوجل اللي هي تقدر تكون الاعلانات مطابقة للمحتوى بتاعك وبشكل جميل وكمان ربحها يكون افضل واحسن ليه فهي حاجة مش وحشة تاني حاجة الخاصية زي ما انتوا شايفين اللي انت لو عندك اكتر من مدونة تمام فاكتر من مدونة مثلا انت في هذا الشكل مثلا زي ما انت شايفين هو ده الرابط اللي انت هتستخدمه وتقدر تتبع الخطوات ديت وانا هسيبها لك ان شاء الله في اسفل الشرح طبعا بملف تيكست وانت تقدر تستخدمه بدون اي مشاكل خالص وهنا نرفعها كمان بعد في المستقبل في موقعنا الخاص اللي هيكون موقع كله معلمويات او مدونة خاصة بينا هنتكلم عن استراتيجيات كبيرة جدا ليه الربح في مجال الانترنت سواء من خلال مدونة سواء من خلال عمل كورس او افكار جديدة تمام زي ما ان شايفين هزا ملف مسلا هزا جوجل بونتو كام والباب وهزا الرقم المهم اللي احنا هنحطه دلوقتي ودايركت وايه والرقم ده تمام فخلي بالكم كل رقم مختلف عن رقم التاني لان طبعا بيكون خاص بك انت بس تمام هزي الارقم جميلة شباب فهنا تجازم تابع بيقولك انشاء ملف نصية عن تيكستي ضمن السطر الاول ضع هذا الرابط ويتأكد من الرقم اللي هو بوب بالتعريف الناشر ورح اشرحكم كل الكلام ده وهنا بيقولك بعد كده عشان تتأكد من الملف تيكستي هتلاقيه في example.com.ads.txt طيب اول نقطة مهمة جدا لازم تعرفها هي اللي عندهم خاصية جوجل ادسون قديمة ما بيحصلش او مش هيجيلهم الرسالة دي جميل يعني اللي عندهم جوجل ادسون من خلال سنتين تلاتة مش هيجيلهم الرسالة دي تاني حاجة اللي عندهم قناة يوتيوب مايفكروش في الكلام ده لانه طبعا قناة يوتيوب فيها يعني موضوع ده منتهي ومش هيظهر لك الكلام ده اللي عنده بلوجر هتلاقي اللي انت دخلت على انا حاليا عنده بلوجر بس مش مش شغل معنا صح فقط كل ما عليك اللي انت تذهب الى اعدادات بعدين تفصيلات البحث بعدين تحقيق الربح تمام كل ما عليك انت بتعمل تعديل هنا وبتكتب هنا الملف بتاعك اللي هو ads.txt اللي هو بتنسخ هذا الرابط اللي امام حضراتكم اللي احنا هنوريد الوقتي اللي هو دوت وهنشوف ازاي دلوقتي تقدر تجيب هذا الرابط وازاي تجيب التعريف الشخص ايه التعريف للناشر عشان تستفاد من هزي النقطة المهمة يا رب اكون في التكبير فنشوف مع بعض طبعا زي ما انت شايفين مثلا دي جوجل ادسون قديم فمش هتلاقي اللي انا جالي الرسالة بتاعي اللي هو الملف الادس او دي الادس.txt ولكن مش موجود يعني طبعا ده قديم جدا وصبحوني اللي انا يعني مش شايفين العرباح بتاعتي اللي اندوت بقانون الخصوصية بتاعتي ولكن كل ما عليك اللي انت عشان توصل ليه تعريف الناشر كل ما عليك بتخش على الحسابات تمام وتخش على اهو زي ما انت شايفين هنا شباب اول ما تفتح هتلاقي معلومات الحساب يعني اول ما بتخش بتخش على الحسابات وبعد كده معلوم الحساب وبتنسخ الرابط ده تمام اللي هو بوب طب ازاي بتنسخ الرابط ده هنبدأ نشوف هنعمل ايه اول حاجة بتفتح ملف تيكس تعادي بهذه الطريقة تمام هنفتح ملف تيكس اوك وبننسخ الرابط دوت اوكي بهذا الشكل زي ما حضرتكم شايفين اوكي يا شباب من غير ما تعمل اي حاجة دلوقتي هنغير الاصفار ديت بالحساب او بالرقم بتاع تعريف الناشر اللي احنا اتكلمنا عليه في اول شرحنا تمام فهنروح ليه ناخد الرقم ده كده بهذه الطريقة ونسيب بوب ونروح هنا وناخد وبهذه الطريقة احنا مش هنعمل حاجة تانية خالص غير اللي احنا هنعمل سيف بالنسبة ليه انت عندك بلوجر كل ما عليك انت بتخش هنا هل تريد تفعيل انا عشان مش مفاعل خاصية كل ما عليك انت بتاخد ديت بصوا بهذه الطريقة هنشيل دي خالص هتلاقى برضو ملف تيكس الموجود وانتم حاطة بهذه الطريقة وهوب توم مسايف الملف يبقى انت كده خلاص عملت الخاصية تماما شباب يعني الموضوع سهل جدا لو انت عندك موقع اولاين وعايز ترفعه على يعني دفع بحيس ان جوجل تشوفه او الكلام ده كل ما عليك اللي انت بتتبع هذا الطريقة لانا هورها لك دلوقتي تخش على الهوست بتاعك بطريقة عادية جدا وبعد كده بتخش على ومن خلال بتجيب اسم الموقع مسلا هنقول مسلا اي موقع مسلا بتخش على وبوبليك اتش تيميل وبتعمل ابلود للملف التكست هنا وبالتالي بيزهر ليك الملف تمام طيب بعد ما بتعمل هزي النقطة المهمة جدا او هزي النقاط المهمة جدا اللي انت راح تستفاد منها طبعا لان طبعا كده جوجل هيقبل موقعك وهتكمل العملية كل ما عليك اللي انت قبل ما اي حاجة بتمعامل فايل وتعمل سيف كون نيم او سيف باسم وتسميه اا ملف اللي هو نفس الاسم اللي هو قالت عليه اا بوجل ادسن وهو اا ادفرطايسنج او ادس اللي هو باسم هذا الملف اا دي اس انا هكتبك طبعا وهسيب لك رقم الملف وهسيب لك كل حاجة اسفل الشرح ان شاء الله طيب بعد كده هو هنا بيقول لك لو انت عايز تأكد ان هزا الملف يعمل او لا كل ما عليك اللي انت بعد ما تكون وضع الملف في المدونة بتاعتك او في الهوست بتاعك كل ما عليك انت بتاخد هزي الرابط وبتشوف ازا كان شغال معاك ولا لقيبة في الحلقة دي انت بتكتب اسم المدونة عادي جدا مثلا انا هكتبه هنا هو فوق اهو اوكي وهعمل كده وهرجع لكو تاني بعد كتبه تمام رجعت لكو طبعا شباب بعد ما اكتبتها انا هكتبه دلوقت زي ما ان شايفين الصفحة هي قدامكو كل ما علينا انا هنسخ الرابط ان هو وشوف هيطلع لي ايه دلوقتي هب هيطلع لي اسم التعريف على طول موجود هنا في الصفحة دي اول محطها في الرابط يعني كل ما عليك اللي انا هسيب لك كل المعلومات دي طبعا اسفل الشرح فبالتالي كده يبقى انت ضمنت حقوق الملكية لموقعك وضمنت حقوق الملكية من خلال ادسون وضمنت كمان ان ادسون هي في اللاكش الحساب زي اللي هو الارباح في خطر لا يحتوي موقعك الالكتروني على واحد او اكثر من مواقعك الملف في الادك تمام وبعد كده بيتم ايه طبعا ده انت خلاص بعد كده بتتأكد ان كل حاجة تمام من خلال مواقعك او كلام ده كله وبالتالي بيحصل ان كل شي بتكون شغالة معك تمام يا شباب فقل الفيديو بتاعي ينتهي على كده النهاردة يا رب يكون عجبك يكون فادك كتير تكون استفد كمان ويكون حاجة سريعة ليك عشان تقدر تساعدك وما تخسرش ارباح كل يوم هكون معاكو ان شاء الله في حلقاتي هكون معاكو في شروحات جديدة ان شاء الله هديكو افكار جديدة عشان ترباحو كمان من خلال ميدورنا بتاعتكم هحاول اغيرك شوية وانوع من الكريبتو للارباح لان موقعنا هو كله او كناتنا او افكارنا كلنا في الارباح هشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وما تنسوش تعملوا لايك وتسيبونا تعليقاتكم اسفل الشرحة ولو انتو عايزين اي حاجة عشان نكون معاكو المرة الجاية السلام عليكم